بي 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 I'm a fireball والوقت كمان نرجع تاني بمناسبة حادث حصل من ايام ان الرصوص هجموا على شركة وسرقوها بالاكرار لكن الكاميرات اللي كانت متركبة نجحت في التقاط الصور للمنتهمين وطم الابضع عليهم واعادة الاموال المسروقة والنتيجة يعني ان الكاميرات ممكن تكون كاليفة الشركة بعض الفلوس لكنها سهمت في حماية واستعادة ملايين والحقيقة ان دور التكنولوجيا في الرقابة والزبط مهم والمصطفة ان الحادث ده جيه في وقت في جدل ان محافظة القاهرة والداخلية قرروا تركيب نظام كاميرات في الشوارع الرئيسية وربطه بشبكة مرقبة وغرفة التحكم ويا سادة دي مشروعات مطروحة من مدة وموجودة ونجحة في دول كتير واحنا اتأخرنا قوي الجدل جاي لان القانون في الدول الكبرى بيلزم ان الحكومة تركيب في الشوارع والمحلات والمنشآت الخاصة والعامة كاميرات تكون متصلة بالنظام التحكم بحيث تكون كل التحركات مرصودة وتسهل الحركة وزي ما قال بعض الخبرى انه كمان بيخلي من السهل ان المرور يتم تنظيبه وسحب الزحم من جهة وفتح جهة تانية وكمان كل منشآت تكون مؤمنة وده بنشوفه في كل دول العالم وده بيوفر جهد وقوة بشرية واموال على المدى البيت وبالتالي من مصلحة المنشآت والمحلات انها تركب نظام كاميرات زي ما هو في الداخل كمان في الشارع وده مفيد لكل الاطراف وان الاوان ان احنا نحترم التكنولوجيا انها اصبحت عنصر من عناصر الامن والسلامة كم معاكم عمر الليسيو كلمونس وبكرة كلمونس كتبها